اخر فقرة مع حضراتكم والوقت بيجري بسرعة في برنامج الترند ولكن الفقرة اللي معايا مهمة جداً لها علاقة بمباراة الاهل والزمالك في كرة اليد الاهل كسب الزمالك في اول لقاء 26.25 وبالامس كان فيه لقاء تاني في البست اوف سري والزمالك كسب الاهل 29.25 ولكن على السوشيال ميديا الناس متضايق او زعلانة وجمهور الاهل غضبان جداً بسبب الاداية التحكيم عايز اقول لكم عنوين سريعة الاهل اساساً طلب ان يكون فيه حكام اجانب في مباراة البيست اوف سري مع الزمالك والاتحاد المصري كرة اليد رفض الاهل تمسك بتواجد حكام اجانب في المباراة في الفترة الاخيرة والاتحاد المصري لكرة اليد لم يستجيب حاجة تالتة الاتحاد المصري كرة اليد قال اصل الليحة بتقول اصل الليحة بتعيد اصل الليحة بتنص وفي النهاية شفنا مبارح كارثة تحكيمية في مباراة الاهل والزمالك أزيدكم من الشعر بيت حكام مباراة مبارح علاء حسن وحسان معتمد حكام دوليين والمفروض يكونوا حكام على أعلى مستوى ولكن تعالوا أقول لكم على مفاجأة النهاردة ليه علاقة بالحكم علاء حسن اللي أدار مباراة الأهل والزملك مبارح وكان عنده أخطاء تحكمية كارثية أسرت في نتيجة اللقاء وبحذر الاتحاد المصري لكرة اليد من لقاء يوم الجمعة عايزين تاقم تحكيم أجنبي أو تاقم دولي على أعلى مستوى تاقم ما عندهش أي مشاكل سابقة أو حالية لأن النهاردة أنا معايا لقطة حصلت في إحدى المباراة في المركز الأوليمبي في المعادي للكابتن علاء حسن الحكم معناها إيه؟ إن الحكم اللي بيدير أي مباراة لو فيه أخطاء تحكمية أو فيه مشاكل تحكمية بعد المباراة لو حصل أي حاجة يكتب تأرير قدامكم على الشاشة والزوم اللي قدامكم على الشاشة ده حكم مباراة مباراة علاء حسن لمباراة سابقة في المركز الأوليمبي في المعادي عمل أخطاء تحكيمية وشايفين في اللقطة فيه وقع الضرب بينه بين أحد المسؤولين أو أحد الجماهير ما عرفش مين ودي أهيه فيجو أنا ببعثه للاتحاد المصر لكرة اليدي حقق في الموضوع ده بعد المشكلة دي هل الكابتن عليها حسن اتخذ معاه إجراء؟ هل طاقم التحكيمي اللي عمل المشاكل دي قبل كده في المركز أوليمبي في المعادي اتخذ معاه إجراء؟ لغاية دلوقتي احنا مش شايفين أي إجراء ليه؟ لأنه تواجد في مباراة الآله والزمال لكن برح وحصلت أخطاء تحكيمية كارثية مش هنعديها ومش هينفع نسكت عنها الآله المبارح كان ممكن يتوج ببطولة الدوري وعادي جداً كنا ممكن نخسر كورة مفيش مشكلة نخسر كورة مفيش مشاكل ولكن التحكيم كارثي من اللي حصل من علاء حسن ومن حسان معتمد أمر غير مقبول حكام أجانب يقيم يجي حكامها الأعلى مستوى في مباراة يوم الجمعة